إذن مشاهدين مزيد من التفاصيل نوافق بها في نشرتنا اللاحقة وفي أخبار العدلة دائما نتقت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة صباح اليوم الأحد بحكمية البراءة في حق الإعلامي والنشط السياسي فضيل بومالا وتم إداع بومالا الحبس المؤقت منذ شهر سبتمبر الماضي وذلك بتهمتي تهديد الوحدة الوطنية وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية